وكأنها عودة للروح في جسد الثورة الهامد يقول بعض ثوار الربيع العربي وقد سمعوا الهتافة الهادرة يخرج هذه المرة من حناجر سودانية السودان لم يكن ضمن دول الربيع العربي قبل ثماني سنين لكن السودانيين شهدوا كما شهد العرب جميعهم كيف أنهكت انكسارات الربيع العربي الثوار بعد انتصارات هشة ما لبثت أن تلشت تحت عنف ضربات الثورات المضادة فما رأى السودانيون من الربيع العربي حتى يحاولوا اللحاق بمواكبه أو إن شئت جنائزه حصيلة السنوات الثمانية ربما لا تحمل الكثير من الإنجازات التي حققتها الثورات العربية قبل أن تجهز عليها الثورات المضادة فالأنظمة القديمة عمليا لم تسقط كليا بل سقط من كل نظام رأسه في حين بقيت هياكل السلطة والنفوذ تعمل وتنظم صفوفها من أجل جولة حاسمة تستعيد بها السلطة ولو بوجوه جديدة نهيك بالطبع عن النظام السوري الذي استطاع أن يحول دفة الأحداث في اتجاه بقاء بشار الأسد في منصبه ولو ضحى بحاضر سوريا ومستقبلها بيد أن الإنجاز الأكبر لثورات الربيع العربي وفق ما يراه محللون يكمن في كسر حاجز الخوف لدى الشعوب العربية التي ألفت الصمت السياسي طوال عشرات السنين إزاء قدر هائل مارسته الأنظمة الحاكمة من الفساد والاستبداد والقمع كما أن الربيع العربية بانتصاراته المؤقتة وانكساراته الدموية أسهم في بناء قناعات ثابتة لدى قطاع عريض من الشباب العربي ألا أمل في إصلاح أنظمة تقتات على دماء شعوبها وترى في نفسها مالكا للأوطان لا حاكما لها كل ذلك من شأنه بحسب المحللين أن يبقي جذوة الثورة مشتعلة في نفوس الثوار العرب وإن طال عليهم الأمد في ظل سطوة الثورات المضادة وعنفها فهل يعني ذلك أن المنطقة في انتظار جولة ربيع عربي جديدة؟ تطورات الأحداث في المنطقة ربما تحمل إجابة لهذا السؤال